واشقاء بعيد المجاملات وكلنا نستشعر يعني الصدق في الاعلام القطري وموقفه الجميل وهذه التقطية اللي كاني انا اشاهد تلفزيون الكويت الصراحة ما كنت اشوف تلفزيون القطري هذا ما قاله الكاتب الكويتي عبدالعزيز القطان خلال استضافته على تلفزيون قطر للحديث عن المحطات المضيئة في سجل الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثرى واضافة الى النقل المباشر لمراسم التشيع وهذا البرنامج الحواري اقتصر بث هذه الوسيلة الاعلامية خلال ايام الحداد الثلاثة على الايات العطرة من القرآن الكريم ونشرات الاخبار التي تتصدرها الانباء المتعلقة بهذا الحدث الجلل لمدة ثلاثة ايام الحداد كان هناك تغطية مباشرة نستذكر فيها مآثر وانجازات الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على مدى سنوات حكمة في دولة الكويت الحبيبة ساعتان على الهواء مباشرة مع ضيوف من القامات الفكرية القطرية وآخرين عبر الأثير من الكويت واتصالات مع شخصيات رسمية كويتية وأخرى من مجلس التعاون وتقارير إخبارية عن السجل الحافل للفقيد رسمت ملامح هذا البرنامج الوليد تناولنا في الحلقة يعني القائد الاستثنائي اللي حكم البلاد واستطاع أنه يتعامل مع الوضع المحلي والأقليمي والدولي بحكمة وسياسة زي ما عرف عنه العناوين الحزينة اعتلت الصفحات الأولى للجرائد القطرية وامتلأت صفحاتها الداخلية بإعلانات التعزية من مؤسسات محلية ومواطنين قطريين عبروا من خلالها عن كامل المواساة للشعب الكويتي والقيادة السياسية ترجمة نانسي قنقر